الخبر الأولي عادنا عن قمر مارو شنو صار بياها بالنسبة الأول شي يا حبايب نحساب الانستغرام لأسف إلى الآن ما يرجع ولكن يا حبايب هي نزلت على حساب القطة مالتها اللي هي زوزي اللي كانت الطلب من المتابعه هنو يفجرون التعاليق على صور اللي هي منزلت على حساب البنز زوزي مالتها اللي كتبوا لهذا التعليق يا حبايب اللي هو نفس يوزر نيم اللي اسم حساب قمر القديم تقولنه هذي شي ممكن يخلي ان حساب القديم يرجع بسرع وقت وهذا نخلي ان بوستات فعليه تتفجر كل واحدة مئة ألف تعليق بهذي التعاليق اللي هو اسم قمر القديم دعوكم السوري اسمعوه حبايب بالنسبة الجاي يقولولي ان الحساب مو موجود فما نقدر نسوي ميليشن حطوا علامة الميليشن وكتبوا الاسم كتابة حطوا كمر شخطة فيتي هذا الشي يساعد على رجال الحساب فعلقوا شكيت متقدرون يلا عيد اشوف وشكيت انتو كفو في الحب نساعد قمر يا حبايب وهذا حساب زوزي قدامكم روح وضيفوه وفجروا الكومنتات عادتها باسم حسابه القديم الروح غالية الاسو ليشي صارت تبتشي في السو صارت تبتشي يا حبايب بالسم الاشخاص اللي يسئلوه عن السبب واللي هو مواتحة الشخصيات الأنمي اللي هي تتابعهم فلزلت هذا السوري على سناب شات يا حبايب وليشات اخوتها مريم منصدما لو هيش قاعدة سبتشي لانه صراحة السبب كلش مقنع احيان قلنا رحطكم الاسنابات شوفوها لحظة لحظة واقسم بالله قاعدة متمددين قلت لي كون فتشي في السن عزيز شو هيبتشي يا جماعة السنو خلص روح علي الوسام تكيت وإعلان انه بالفترة الجاية رح تكون كلش فترة انذهبية رح حصر نزي بيها هواي مقاطع واضح ان هو متحمس وطلع من فترة الاكتئاب اللي هي شانس بيسان هعطوكم الاسوريات شوفوها ومنو كمان شان نفسيتي انا ما حر يرجع يسألني ليش ما عم تصور معي سام لانه مسافر لانه هو بسوريا مسافر بسوريا انا بتركيا ما بحس نصور معه ويسام ليش تركت شواري وطلنجة اوكي انت ما اطلع البيت بس اضحي لكم شوي قلت فيه ناس ما بتفهم شخصيتي وما بتفهم السلوب اللي انا بحكي فيو الفكرة انه عم بحكي على بغري يعني هيك انه انا كتير متحمس لانه متحس الشعور اللي كنت حسه اليوم زمان لما كنت اعمل فيديوهات ديك الفيديوهات اللي انت كنت تحبوها فها مجينة هذا الشعور اه وكتير متحمس للوقت اللي انت تشوفه فيه وهاي الفيديوهات بعد النزح هذا السوري اللي تشاكات بي قولتكن رح نقدر نعمل شي حقيقي ونرجع عجواء الزمان ولوضح نهو كلش متحمس بعد ما هو رجع يصور ريايا ياسو وتوقع رح سونا اشياء كلش نارية او كنتمنا يا حباب بالكومنتاشون توقعاتكم من اشياء اللي رح سووها حلوة او لا وروح حاليا عن اشياءاتي يقولون اكو مشكلة بين بيسان وانس شايب حاليا ويقولون انهما فترقوا فما يعرف يا حباب ان بيسان وانس منزلوا غير شوية تشتوريات مجرد كانت اعلان مو اكثر يا حباب واضح انه هي متصورة من الزمان وبنضافة يا حباب مثل ما تعرفون انه انس شايب هو تهكر حسابه جديد لانستجرام والغريب بالموضوع يا حباب انه بعم تهكر حسابه بيسان ما حتى تولي شي بهذا الموضوع انه تهكر حسابه فمن حتى ما توقع يا حباب انه انس شايب هو اللي وقف حسابه ومو تهكر حسابه يمكن انه هو مكتئب فوقف حسابه فترة معينة على مدير بتاح نفسيه ويرجع حسابه انه يدخلوا بالحفلة اللي سواها انس مروا زوجتي اي الاصالة هو سب وجود نورستارز بهذه الحفلة يا حباب ومو بسبب احمد وبروب لان يعلم تعرفون انه غريث مرونه مو ادلم مشكلة ويدا React ولكن عندا مشكلة ويدا نورستار هذا التعلق مختلف لهذا الحفلة ونيطية كانت مشكلة ويدا git الحفلة ولكنه تجلي بالانتجي الحفلة عليكم اكتب persona в комментариях هذا الخبر وانشال الله يصال ابسرع الوقت نختمه خليطه مصطفى رايدر يا حباب بتنزيل هذا اللي stillhar قاعد يعلم خلال انه راح ينزل مقطع واضح كلش ناري الساعة بالأربعة اللي حيحتي بي عن طلعة خاينة فما ادرا عميدي يحتي بالضبط على ياسو ولا واحدة بنيها هو يحبها ما ادرا الصراحة عميدي يحتي بالضبط اكتبونا بالكومنتات شون توقعاتكم ويصولوا يا حباب بالنصات المقطعات وما اقتعجبكم نتسلسون تفجروا هذا المقطع باللايكات وبس تشاركوا في هذا زين ما قادمك للقصص وبس احبكم